تيجي البنت قبل مناسبة ما عندها ويكون عندها مشكلة زي اسمرار في منطقة البكيني او اسمرار تحت الابط او في الركب او الكعين وفي نفس الوقت تلاقي الجروبس على الفيسبوك وكمان المنتدات منزل اعلانات عن تأشير كيميائي وتلاقي عبوة ممكن تكفيها مرات كتيرة وكمان مساحات واسعة وتلاقيها سعرها رخيص يعني في حدود 100 او 150 جنيه في النظير انها برضو لقيت على نفس الجروبس اللي موجودة على الفيسبوك او البيجز اللي موجودة على الفيسبوك دكتور عامل دعاية لتأشير كيميائي ب500 جنيه او اكتر فتقولك تم انا وفر على نفسي واجيب انا التأشير الكيميائي وعمله لنفسي وكده يبقى ضربته عصفرين بحجر واحد بدلا ما لسه اروح عنده دكتور واستنى عنده وكمان ادفع مبلغ محترم عشان اعمل التأشير الكيميائي ده طب ما انا اعمله في البيت احسن ياريت الموضوع كان بالسهولة دي ليه بقى تأشير البشرة في البيت يعتبر كارثة ده اللي هنعرفه في الفيديو وتابعونا للنهاية وما تنسوش تعملوا لايك ولأول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم في فيديوهاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم من جديد معاكم الدكتورة ايا طبيبة امراض جلدية ليه تأشير البشرة في البيت كارثة وكارثة بمعنى كارثة لان التأشير اللي مش تحت اشراف دكتور ممكن يعملك حرق في الجلد وحرق الجامد كمان وشديد ينتج عنه التهاب وينتج عنه اسمرار اشد من انه كان موجود لان كمان الدكتور هو اللي بيحدد اذا كان التأشير ده يناسب بشرتك وحالتك ولا لأ وايه هو نوع التأشير المناسب لان عندنا انواع كتيرة من التأشير المناسب يكون مناسب لبشرتك وكمان مناسب لمشكلتك ده غير كمان الدكتور بيقولك هو يفضل قد ايه على المنطقة اللي انت عايزة تعمليها ده غير ان كمان الدكتور بيقولك على تعليمات العناية بالبشرة بعد التأشير زي عدم التعارض للشمس اول 3 او 4 ايام من بعد التأشير استعمال واقل شمس مناسب بعد كده واستعمال مرطبات معينة للبشرة هو اللي بيحدده هو اللي بيكتبها لك في الرشتة يعني فيه رشتة اصلا من بعد التأشير نازم بتتابعيه وبتمشي على النصيح للدكتور ايه لك عليه عشان توصل الافضل نتيجة من بعد التأشير وكمان ما يحصل لكيش مضاعفات معينة ده كان فيديو النهاردة ودي كانت نصحتنا النهاردة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو كمان عشان تعرفوا اصحابكم وزي ما الناس بتنشر الاضرار وانها تنشر حاجات غلط زي التأشير اللي بيتباع بشكل عشوائي انتشروا انتوا بقى الحاجات الصحة وفهموا الناس انها متعملش تأشير في البيت او متعملش تأشير لنفسها اعملي تأشير تحت اشراف طبي في ملحوظة مهمة ان برضو انت ما تعرفيش المنتج اللي بيتباع لك ده تأشير فعلا ولا مادة كوية ومادة كيميائية خطيرة ممكن يبقى غير مصرح بها اصلا تاني نقطة ان الكلام ده ما ينطبقش على كريمات التأشير اللي بتتباع في الصيدلية ولكن تستخدم برضو تحت اشراف طبي